موسيقى جيت اليوم على جامعة القدس عشان اعرف مشروع الهسبل اللي هو معمول خصيصا للأكاديمية الموجودين في الجامعات الفلسطينية في عنا 11 جامعة فلسطينية وعنا حوالي 30 جامعة بريطانية مشتركين بهذا المشروع لمشروع البي اتش دي والماجستير الطالب لازم يكون اكاديمي لما يقدم على المنحة او بده يتخرج من الجامعة والجامعة معنية فيه انه يقدم على هذا المشروع مدة الماجستير هي تسع شهور والبي اتش دي من ثلاثة لأربع سنوات البريتش كونسل دورها انه تفند ريز للليفينج ألوانسز والجامعات البريطانية هي اللي عمالها بتعمل ويفينج للفيز يعني بتعطي الطالب منحة عن الفيز تبعت الجامعة كنت اليوم موجود عشان احكي عن امتحان الايلتس امتحان دولي بقيس اللغة الانجليزية المطلب للدراسة في كافة الجامعات في بريطانيا ولمنح من ضمنهم منحة الهسبل امتحان الايلتس بقيس المهارات اللغة الانجليزية المهارات الاربعة وهم تطلب لكافة تخصصات ولكافة المنح مندعو الطلاب انهم يحضروا حالهم لمنحة الهسبل انهم يتقدموا لامتحان الايلتس حبيت اتعرف شو المنحة اللي بتقدمها شو هي شروط الايلتس كيف بتقدم وعسس اكمل مصر برا وارجع هون ادرس للتواصل مع معلومات اكتر عن الهسبل مع مكتب العلاقات الاكاديمية الدولية اسمه بدر اشتركوا في القناة موسيقى